السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضعف الجنسي لدى الرجال أسبابه كثيرة جدا اليوم سأحاول أن أتكركم الأسباب وأيضا أفضل طرق العلاج التي تخلصكم من الضعف الجنسي إن شاء الله للأبد أما أهم أسباب الضعف الجنسي أولا الإصابة بالأمراض المستعصية وهي أمراض القلب وأمراض ردفع الكوليسترول وأيضا الدهون في الجسم وكذلك أيضا مرض أوداء السكري تعتبر هذه من أهم الأمراض التي تؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي أيضا اضطراب الهرمونات مثل اضطراب هرمونات الغدى النخامية وأيضا انخفض هرمونات استستيرون المسؤول عن الرغبة الجنسية خصوصا لدى الرجال أيضا من ضمن الأسباب هي اضطراب هرمونات الغدى الدرقية أيضا أسباب الضعف الجنسي السمنة التدخين وكذلك أيضا عدم ممارسة الرياضة أو عدم بدل مجهود أو قلة الحركة أيضا من ضمن الأسباب والتي يعتبر من أهمها وأكثرها هو التعرض للتوتر والضغط النفسي والقلق والاكتئاب أيضا المشاكل العائلية أو عدم الانسجام ما بين الشركين أو بين الزوجين أيضا من ضمن الأسباب هي التغذية الغير الصحية وهي التي تحتوي على الزيوت المهدرجة والدهون المهدرجة تعتبر العدو الأول للرجل فهي تؤثر على صحته وخصوصا الرغبة الجنسية وأيضا تناول الأطعماء الغير الصحية وهي الوجبات السريعة علاج ضعف الانتصاب بالنسبة لعلاج ضعف الانتصاب يمر في خطوات أهمها أولا الإبتعاد عن التوتر والضغط النفسي والمشاكل ممارسة الرياضة وبدل مجهود بدني أيضا التغذية الصحية تعتبر من أهم الأشياء وأن تكون هذه التغذية محتوية على الخضرات والفاقية بشكل كبير جدا وأيضا اللحوم خصوصا لحم الأبقار أو الضان الذي يحتوي يكون بشكل عالي على الزنك الذي يحسن من صحة الرجل الجنسية النوم الجيد وعدم التعرض للإرهاق والتعب المتواصل أيضا تناول الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية وهي الرمان والسبانخ وأيضا المكسرات خصوصا الجوز واللوز والكاجوف وكذلك أيضا يمكن تناولك السمسم والجنسيج والهليون كل هذه الأطعمة تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجل هذا بالأخير أتمنى لناولكم دوام الصحة والعافية ولكم مني جزيل الشكر مشاهدين الكرام اشتركوا بكناة بابا فعلوا الجرس فعلوا لايك ويصلكم بكل جديد ترجمة نانسي قنقر